رح نبلش نشوف أكيد الصور يلي مثل كل العالم هلأ صاروا عم بيبعتوه اللي دايما الصور وفي منهم بيبعتوه فيديو وفضل كمان وطي يبعتوه فيديو ويحكو شوي شو عنده المشكل عبد باعت صور رح نشوفها سوى خلينا نبلش بأول صورة ونشوف الأسباس يلي عنده عند عبد بالبيت هون غرفة النوم عامل هو البالكوم سكره بالألومينيوم تيكبر قودة النوم إذا بتنتبهوا في عندنا مثل جسر بيتون يلي هو نسميه العطبة يلي بيكون فيها أصلا واجهة الألومينيوم وقت ما ننكبر الغرفة يعني هو ما نقدر يكسر هون لأنه هيدا جسر يعني مع العواميد ما بيقدر يكسره مشان هيك قرب لقدم الألومينيوم وخلى الأودة تبعيته تصير أشرح بس بهذه الطريقة فنحنا هون عندنا مثل ما نسميها يعني مشكلة صغيرة هي هالجسر كيف ننشتغل وهو موجود هون بالأودة ما فينا نشيله أكيد كمان رح نشوف من أنجل تاني ونحكي عن كل نقطة بنقطة بعدين بفوت على الحل وبتصير القصة أوضح لألكم هون إذا أنا أول ما فوت بالأودة مطرح الباب كيف بقشع من أي زاوية بيطلع هيدا الحيط صار أوسع معناتها أنا صار عندي مجال أنه أشتغل صار عندي حيط كبير وهون بقدر بيشتغل على ديكار معين أو يمكن نقترح على عبد أنه يمكن يحط لخزانة هون هلأ بنشوف الفكرة تبعيته أنه هو عنده غرفة نوم موجودة رح نشوف كمان الفرش يلي عنده إياه ما بده يخسر كان التخت يلي الشري لأنه شري تخت جديد كان وما بده يخسره فقال لي إذا فينا نخلي التخت وقد ما فينا نحافظ على كم غرض عنده إياه ونقدر نكفي بديكار معين أنه نقدر نخليهم يبينوا كأنه نهول مقصودين سوا هون عم نشوف التخت يلي عنده العبد مع اثنين كوماد موجودين عنده هذا رح نحافظ عليه ورح نقل له كيف فينا نشتغل أنه نشتغل على ظهر التخت يلي هو الحيت تنخلي هيدا التخت يبين أحلى وأهم بالقودة هيدا القودة الأديمة يلي كانت عنده نحنا اللي فرجينا إياها هو القودة الجديدة يلي كيف طلع الألومينيوم بلا برة ووسع الغرفة كمان رح فرجيكم أنه عبد بعتلي أنه ودي عنده خزانات ودي عنده مطرح ليضبضب وعايز هالقودة رانجمان وطلب مني إذا كمان برك بشي طريقة نقدر نحافظ عهل الخزانة وكيف إذا هي ثلاث شقف يعني نحنا قادرين أن يأخذ مننا كم شقفة ونحطهم بالغرفة الجديدة وإذا مش زابطة ما عنده مشكل بركة منعمل خزانة جديدة هلأ أنا ححاول قدمة فيي القصص اللي بقدر حافظ عليها رح قللك يا عبد رح نحطها ونستعملها والقصص اللي عن جد لازم تجددها لأنك عم تنقل على إسباس جديد يعني بفتكر أحسن أنك تجددها هو اللي كمان هو بعتليه وعن بقلي ما عنده مشكلة أنه يخسرون بس الفكرة منه أنه بعتلي الصور وبليز كلكن عملوا مثله أنه تيقلي قديهو بعوز رانجمان يعني مطارح أنه لا يضب دي بغراد أكتر شي عنده مشكلة أنه أوكي الكوموت بعوزها الكوفوس بعوزها الغزانات تبع الشوز وكذا بده مطرح لا يضب بغراد لأنه هو مدامته عنده كتير غراد بس كمان ما عنده مشكلة أنه يخسر هودا الإليمانات بفتكر هول أكيد أنا رح شيلهم لأنه إذا بدي زدلك على غير محل الغراد اللي نحن بنا نحطهم بالديكار ما بفتكر هو الحي البقاء فهي دولي رح نضحي فيهم كمان شوفوا البلاواتك كمان وقت بيبعتولي إياه اليوم عبد أنا انبساطت أنه بعتلي الخريطة قد ما بيقدر هو يكاتب علي إياسات تيوضح لي يعني حاطتلي مثلا لعلو والعرض والطول حاطتلي حتى وين مكتوب أش يعني أنا كتبت هيدا لأن سألته أنه وين في بالنص هال بالريمة وقدي لعلو السقف كتير ساعدني وحتى مطرح الكونتور الجفصين كمان ساعدني إذا بدي إرسوم خريطة أو أعمل البرسبكتيف يكون عندي تقريبا يعني لنقول 90% لإياسات تكون زابطة تنقدر نساعده للمكسيموم رح نفوت هلأ على البلان يلي نحن رسمناه حسب إياساتك يا عبد وكيف نحن رح نستعمل الفرنيتر يلي عندك وكيف حطيناه هون بالبلان طبعا البلان هلأ نبين علينا نحن حطينا الفلاش الأسود منفوت من هون حطينا أنه أكيد رح يكون عندك دراسر وميررش يعني يعني نسميها نحن الكوفيز مطرح ما رح يكون في عندك الجوارير ومرأي فوق وحده أكيد ما نحط التليفزيون ما فينا نعمل الغرفة بلا تليفزيون أكيد هلأ أنت من الناس يلي بدك التليفزيون بالقودة مش إن هيك رح نحطها هون والإتجارية اللي أنت كنت حطيتها على الزاوية حطيتلك عليها إيكس يعني هيدا لازم نخسرها أوكي لخزينة كمان فيه مطرح أنا وقت أفوت بهذه القودة أفضل مطرح أن تكون على شمالة أكيد لخزينة ما تطلع بوجه دايما أنا أفضل بس فوت على الغرفة لأن لخزينة غمقى 60 وبتبقى أكبر فوليم بالقودة أفضل أنا ما تطلع بوجه أفضل إذا فيني بمطارح معينة حتى وراي يعني إدعى سدعى ستنس فوت على القودة وتصير هي وراي خلينا نفوت على البرسبكتيف ونفرجيك العبد كيف نحنا استعملنا اتخذ طبولتك رح نخلي اتخذ هيدا الكمودات يلي أنت عندك يهون فينا ندهن للجوارير لون الجري الفاتح أو الجراج الفاتح ونخلي الطوب الفنجيل أنت عندك يه هيك كمانا ما خسرنا الكمود فإذا خلينا اتخذ وخلينا الكمود أوكي اتخذ أنا اللي حطيته حطيت لك مودال بيشبه يلي عندك لأنه ما بقدر رجيبه هو ذاته بالبرسبكتيف فالفكرة أنه اتخذ هيبقى محله اللي رح نعمله بقترح عليك أنك تشتغل حيط من الخشب يكون لونه من لون الطوب ويكون قدد هيك مع ضو فوقه كرميل لأنك أنت وقتا فتحت الغرفة على بعضها هيدا الحيط الطويل خلينا نعطيه مدى أكتر تبين الغرفة بعد أوسع مشان هيك يعني نشتغل بالأوريزونطال أكتر ونعمل هيدا الضو بصير القودة طاعته أوسع يعني بتضل ما منسكر لك إيها وما منحط الخزانة على هيدا الحيط وخصوصا كمان إذا حطيت تتخذ بهذا الاتجاه على القليلة أنت عم تنام حد الضو يعني إذا فتحت البرادة قادر تشوف برا ما تحس حالك قاعد يعني بخلف بخلف الإضاءة والخزانة عم بقترح أنه تكون على الشمال وفيك تكبرها قد ما بدك هلأ قادر تاخد درفتين أو أربعة من يلي عندك أو يمكن بتروح على خزانة جديدة هيدا قرارك بس إذا حطيتها هون ما في خطر أنه تاخد اللي عندك أصلا لأنه ما بتزعج وما منقشع وهي بعدها جديدة بس إنه بقصد أنا إذا ما أنك حاب بليونة كتير فيك إذا حطيتها بهيدا المكان ما رح تزعجك أنا عم بقترح إذا بدك يعني تحط بيجي بهيد الغرفة فيك تشتغل على الحيط اللي عم نحكي عنه وخزانة جديدة وتكون بتضوي وبس يكون مثلا الزيز تكون فيماء ووقتها تفتح على الخزانة أو الضوية تقش على الغراض جوه ليه عم أقول أنا أنه تكون بتضوي كمان لأنه الغرفة منا كبيرة بس إذا حطينا هيدول الألمانات بهيدا الطريقة واستعملنا الزيز الفماء مع الإضاءة اللي عم نشتغل عليها الغرفة بتاعتها مدى أكبر وبتعطيك النتيجة اللي أنت قلت لي إياها لأنه أنت كنت عطلان هام أنه ما بدك بقى تحس حالك قاعد بغرفة صغيرة أو مثل ما قلت لي حاسس حالي نايم بالخزانة قد ما هلقدي عندي خزانات فأنت هون رح تربح الخزانة رح يكون عندك محلة رانجمان الكومود مخسرنيه نخلينيه حتى ينالك بوف بنص الطريق بين التخط وبين الخزانة إذا بدك تغير تيابك أو تقعد أو المدام بدك تقعد تلبس الشوز أو whatever قدرة تقعد على هالبوف بين التخط وبين الخزانة اللي هون في مجال هلأ بوجه التخط رح نشوف شو عملنا بوجه التخط حتينا محلة تيفي حتينا يضغري أول ما منفوت تيكون على الأكس النص تبع التخط هلأ كل شي تحته بيكون رانجمان يعني أنت يلي كنت بعتليه هون الصور يلي كانوا أربع جوارير مثلا طالعين تسعين سنتي وعلبة كبيرة هيك طالعة بالعلو على العالة بالطول هون خلينا نحطهم بالعرض ونمدهم على كل الواجهة فأزن هون كل الغراض اللي أنت كنت بدك تضبها بالجوارير رح نعطيك يلي الجواب بس خلي يكونوا كلهم رايحين هوريزونتال يعني بالعرض مش بالعلو بليز لأن كرميل الأودة كمان شو إلنا تضلعت يا مدى وقدر أعطيك المريات قد ما فيه كتر مريات كمان تخلي الأودة بتعطي أشرح بيكون أفضل حطينا رفوف كمان لأن أنتو كتير تحبوا تحطوا الأكسسوار المدام بعتتلي كمان أن هي مرات بتحب تحط أكسسوار ما بتحب على طول يبين أنه الأودة ما فيها يعني قصص ديكوراتيف بلا بدها قصص ديكوراتيف قدرين تحطوا هول الرفوف هون واستعملنا حد البانوية اللي استعملنا ورا التليفزيون إذا بدك تمد كهرباء من دوما يجي الكهربجة لأنه عندك كهرباء هون بمكان اللي أنا حط فيه تليفزيون فيك تستعمل هيدا البريز نفسه تسحب منه شريط وتمده ورا البانو الخشب يلي حطينا عليه التليفزيون وتسحب منه شريطين كهرباء وتمدهن بالرفوف يعني هون انت منك عايز الكهربجة عايز النجار وقتها يحط اللمبة ويفرزها بقلب الرف يوصل هيدا الضو بالشريط الكهرباء يلي رح يكون انه عندنا ربحنا كمان شغلة بهالكروية اللي طلعت لك وقتها انت كسرت شلت الألوميوم سوري ما كسرت طلع لك شقفة حيات هون أنا عم بقترح اذا بتحط خزانة مع درفتين تكون مريات ليش مريات لأنه كل شي فرتيكال او كل شي رح يكون هيك يطالع بالطول ما بدي انه نعملو بلوك عم حط لك أنا الخزانات العلواتة كرميل تقدر تضب كل الغراض بس كل شي بالعلو عم يطلع بالطول هيك بفضل هيكون في ماء زيز او يكون مريات كرميل هيد القوضة تعتد نتيجة اللي انت كنت كتير مصر انه دخيلك ما بدي بقى خشب ما بقى بدي حس انه القوضة زغرت علينا خلينا نكفي بالصور ونشوفها من another perspective للقوضة ونشوف اذا نحنا بنكون بهيد الطريقة عطيناك ال solutions اللي انت كنت طلبة رح نرجع نفرجيكم صورة واحدة هيك وايد تقشعوا solution كلها وحطينا كمان على البالكون بالصورة اللي رح تبين بفتكر ياللي قبل هيده بس نرجع نحطها بليز مبين كمان كيف حطينا برجار برا على البالكون نا اللي بعدها اللي بعدها اوكي فهوني هوني كمان ما رح احكي عن شغلة البوفية اللي حطيناها مع الطاولة كرميل لانه ما لازم ابدا وقتا نكون عم نلبس تيبنا نقعد على التخط يعني مانا نحاول قد ما فينا نحط هيدول الغراد اللي بالنص مثل البوف والطاولة هون انه نستعملها تنقدر نقعد ونغير تيبنا هون لانه في كتير عالم تستقرب بتقبل الغراد كلها على التخط بعدين بيصير في عمنا مشكلة انه بيحسوا انه القوضة بتظلم كركبة فنحنا بدنا نجبركن هون بالطريقة اللي عم نفرش فيها انه نخليكن ترتبوا الأمور وتكونوا مرتحين والإسفاس يضلوا على طول متل ما بلشنا فيه يضلوا على طول ان شاء الله كمان نكون جاوبناك عبد وعطيناك السوليسيون اللي انت سألتني عنها وجمعة الجا عنا كمان غرفة نوم بس أكبر لليليان بعطت لنا إياها غرفة كتير كبيرة بس لأنها كبيرة ضيعتها لليليان ونا مش عارفة كيف تتلع فيها فنالله راجع مع تجي تابونا ونشوف الحل اللي رح نعطي لليليان